السمرار تحسن الوضعية الوبائية بالمغرب يدفع إلى مزيد اليقظة والحذر للتصدي لمخاطر حدوث انتكاسة وبائية فالوضع الوبائي بالعديد من البلدان الأوروبية وظهور متحور أوميكرون بجنوب إفريقيا يهدد بالعودة إلى المربع الأول وباتت دول أوروبية تسجل أرقام قياسية في أعداد الإصابات كما هو الحال في كل من فرنسا وألمانيا ووصف مسؤولنا ألمان الوضع بالصعب للغاية بسبب تسجيل أزيد من 70 ألف إصابة كمعدل يومي للإصابات في الأيام الأخيرة وضعية وبائية عالمية مقلقة دفعت السلطة المغربية لاتخاذ تدابير عديدة منها تعليق الرحلة الجوية مع الدول التي تعرف ترديا في الوضع الوبائي ويهدف التدبير للحد من خطر دخول حالات مصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا كما قامت السلطة المغربية بتعزيز آليات المراقبة الصحية للمسافرين في المطارات والموانئ وللحفاظ عن المكتسبات الصحية المحققة يؤكد خبراء الصحة على أهمية التزام الصارم بمجموعة من التدابير وتتمثل هذه الإجراءات في أهمية الانخراط السريع لجميع الفئات في الحملة الوطنية للتلقيح إضافة إلى أهمية الإسراع في أخذ الجرعة الثالثة المعززة لتجاوز ارتفاع نسبة الإصابات والإماتة ويشكل التلقيح وفق المختصين السلاح الوحيد المتاح للحد من مخاطر ظهور متحورات جديدة وتمكن المغرب بفضل السياسة الصحية المنتهجة من تلقيح أزياد من 62% من الساكنة بالجرعة من اللقاح رقم هام يجعل المغرب في المركز الأول في خارطة التلقيح بالقارة الإفريقية ويبرز المختصون في علوم الوبائيات أن الخط الأول لمواجهة فيروس كورونا يتمثل في ارتداء الكمامة واحترام مسافة التباعد الاجتماعي وعادات النظافة الشخصية وفي الوقت الذي تصمر فيه الجهود العلمية الدولية لتحديد المخاطر الصحية للمتحور الجديد فإن الوقاية والتلقيح تظلان السبيل الوحيد لدرء حدوث مخاطر انتكاسة وبائية